يا صباح الفل والورد والياسمين ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخيل يوم جديد معانا النهاردة حبينا بقى كده نبدأوا بحاجة حلوة وتكون دافية بما اننا بقى في جوشتها وحركات ده باتية بنات بجيبه من السوبر ماركت بيبقى في الفريزر طعمه حلوى اوي 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 ما انتش عارفين هو بصراحة هو باتية ولا لما بيبقى يسقع كده بعد ما يبقى ليست سخن بيبقى عامل زال فطير اللي محشي الشوكولاتة المهم من ان هو حلو اوي بتطلعين الفريزر بتحطيه على درجة حرارة 150 او 160 وبيطلع معاكي بالشكل ده اول ما بياخد لهم بقى بتطلعي طحفة بيتعمل بقى جنب شاي بلبن جنب كوبات كابوتشينو حاجة كده حلوة اوي 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 وخصوصا في يوم حد زي النهاردة اللي انا مصورا لكم فيه كده بيبقى حاجة حلو اوي والجو بقى بردو حركات فالولاد بيتدفوا في البيت وفي نفس الوقت بنعمل فطار البراط في البيت كالعاد هنعمل جنبه الكابوتشينو طبعا عاودتكم بالفطار بتاعي قهوة وجنبها بسكوت او اي نوع بريوش بس بصراحة لما باشرب قهوة كده باشربها في الايام اللي انا بحيث ان انا عندي فيها حاجات كتير وعايزة صحصح وعايزة فوق وكمان لما الولاد يبعدين في البيت لازم في انجال القهوة ده تعالوا بقى كده وريكوا بعد ما افترت على طول دخلت اعمل ايه اول حاجة بدأت بيها هي ان انا اشغل دورة في الغسالة طبعا طول الاسبوع بنخرج وعندنا لزيلة وعندنا حوارات فانا بستنى اليوم اللي بيبقى فيه شمس لو في نص الاسبوع او في اخر الاسبوع زي النهاردة كده بشوف اي يوم فيه شمس وبخسل فيه بصراحة لاني ما عنديش الاشو جات ريتشا لحد ان شاء الله منبقى نشتريها اللي هي المجفف يا بنات تمام هنا بقى حط بتاعي وكمان هحط البرفوم اللي انا بستخدمه قلتلك عليه قبل كده وورتلكه نوعه انا بستخدم يعني اه كلينه اللي هو اه الحجم الصغير بحبه قوي قوي وكنت ورتهلكه كمان في كنازل عليه التخفيض فاجبت بقى بالوارد وباللافندر وبحاجات كتير طبعين وفي نفس الوقت هشغل الغسال عشان على ما اخلص كل اللي وراي يكون الدورة خلصت بتاعتي وابدأ ان انا انشرها بقى على رواقه تعالوا كده وريكو كمان عملت ايه على ما الغسالة بتاعتي خلصت طبعا فاكرين الحاجات بتاعت التوابل دي انا كنت عبيتها معاك وابلا كده وبقالها اكتر من ازبعين عندي فاضية فكانت محتاجة ان هي تتغسل وابدأ ان انا اطحن بقى كمون وحط كمان فلفل اصمر واملة زيت وخل والحاجات دي كلها فانا كده زي ما انتم شايفين غسلتهم كويس اوي وسبتهم ينشفوا وبعد كده دخلت على الشقة اخدها كده ايه كنسة على السريع هنا طبعا كان الولاد وراي ومش عارفة ايه كنا بنتكلم فكنست القود كلها زي ما انتم شايفين ما عرفتش اصور كويس وجيت هنا بقى اخر حاجة دخلت عليها هو المطبخ طبعا الشتة بقى مش كل يوم بشيل بصراحة السجاد الاوقات اللي بشيل فيها السجاد بتبقى مرة في الاسبوع او كل اسبوعين اه دي بقى بتبقى تاخد مسحة بقى او بتبقى جاو اه تنفيذ بقى او حركات بتبقى جامدة بصراحة لكن الايام اللي ببقى فيها الولاد في البيت وهكذا وانا كمان كان عندي الولاد عادين اكتر من عشرة ايام لان اللهم حفظنا يعني كان فيه كورونا في اللازيل ومقفولة وهكذا واضطرين انا اعمل اه تحليل التنبوني مرتين اه الحمد لله يعني طلع نيجاتيفه المهم سبكم من الحوارات دي بس قعدت البيت بصراحة مع الولاد وكذا اه يعني بتبقى صعبة بصراحة ربنا يعن عليهم يا رب ويحفظهم لنا من كل شهر دي اهم حاجة يلا بقى كده انت كمان لو بتشوف الفيديو اعملي كل الحاجات اللي وراك اللي انت مأجلها بقى لك اسابيع كتير جدا جدا تعالوا كمان من ضمن الحاجات اللي انا كنت مأجلها هو العيش ده طبعا كلنا بيفيد من عندنا فينه او عيش سواء جايبينه من السوبر ماركت او احنا عاملينه في البيت اه بينشف مننا او ناخد قطعه وبنسيب الباقي او بنشتريه وما بنستخدموش زي ما انتو شايفين كده انا ام يعني حوشت شوية تمام لحد ما سبتهم نشفتهم شوية كويس حلو جدا كده وبعد كده دخلتهم الفرن حمصتهم وسبتهم في الكيس قلت بقى ايه لحد ما طحنهم فالنهاردة قلت لأ انا لازم اشالكم بقى من الكيس شكلكم مش حلو ابدا ابدا على الرخامة فلازم اشالهم من الكيس وابدا ان انا اطحنهم وهوريكوا هعمل بيهم ايه هعمل بيهم فيجيتار حلوة اوي 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 طبعا كلنا اصلا بنبقى محتاجين نشتري البقسمات دوان عشان نعمل بيه كترة ديبولو او كفتة البطاطس كفتة اللحمة او البوفتيك بنبقى محتاجين يعني الحاجات دي كلها ففي نفس الوقت ما نرميش الفينو او القطع العيش اللي احنا بنبقى عاملينها او بنبقى شارينها ببقى عندناها كمية كبيرة جدا جدا كل اللي انت هتعمليه هتحمصي في الفرن حوالي عشر دقايق على اعلى درجة حرارة وبعد كده هتطلعيه تطحنيه بالشكل ده هيطلع معاكي كمية كبيرة جدا جدا طبعا على حسب الكمية المتوفرة عندك بس طبعا من كمية قليلة من العيش بتقدري تعملي برطمان مليان من البقسمات او الفيجيتار زي ما حابين تسموه يعني المهم انا كمان برضو ما بسيبوش كده انا بحب برضو ايه ادلعو شوية وخليك جاهز ان انا استخدمو في الوقت اللي انا بعمل فيه البني او بعمل الكفتة او بعمل البطاطس تمام المهم يعني ان هو يبقى جاهز عندي انا ركناء اصلا والله حوالي اسبوعين كل يوم اقول خلاص هتحانو النهاردة هتحانو النهاردة فالله المستعين يلا تشجع انت كمان كده بقى لو عندك حاجة في المطبخ متعملتش ركن حاجات زي حالاتي اومي كده وتشجعي اومي من تحت البطانية انا عارف ان الجو سععة جدا جدا بس ان شاء الله الفيديو ده يشجعكو وتعملوا اي حاجة مركونا عندكم محتاجين تعملوها فالفيديو ده ان شاء الله يديكو كده ايه طاقة ان انتو تتشجعوا وتخلصوا كل حاجات اللي وراكم هنا خلاص زي ما انتو شايفين انا طحنت الكمية كلها طبعا الهند بلندر ما بيبقاش قوي زي ما قلتلكو الكبة الكبة بصراحة بتبقى كويسة جدا جدا وفي نفس الوقت بتبقاش خايفة لا تتحرق هنا انا ايدي على قلبي وانا بعمله عشان كنت خايفة فعلا ان الهند بلندر يتكسر او يتحرق لحد ان شاء الله ما نبقى نجيب برضو كبة كويسة تمام كده تمام دي بقى كده كل الكمية اللي طلعتلي العيش اللي انا كنت سايباه عندي بقاله فترة تمام كل اللي انا هعمله هجيب بقى التوابل بتاعتي جنبي كده بصوا انا بصراحة ما بحبش افصل الخشن عن النعم لأ بحبه يبقى كله مع بعضه لاني بحب قوي طعم القرماشة اللي بتبقى فيه اول حاجة حط معلقة صغيرة كبيرة يعني مليانة من الكمون وكمان هحط بابريكا وكركم وكاري يعني التوابل اللي انت بتحبيها في اكلك حطيها على البقصمات دول منها يبقى اول حاجة لما تيجي تاخذ منه كده يكون جاهز ويكون بقصمات بقى فيجيتار جاهز كده هيدوب هتحطي في طبق ومش هتحتاجي بقى ان انت تجيب التوابل تاني وتملحي تاني وتعملي تاني لأ هو كده انت مزبط له ملحه وحطاله التوابل بتاعته وحطاله كل حاجة انت بتحبي اه طعمها او نكهة بتاعتها في قلب البني بتاعك او الكفتة سواء انت حابة تعمليها ايه يعني المهم ان هو هيبقى فيجيتار جاهز معاكي طبعا متنسوش التوم البودرة والبصل البودرة ببقى طعمه حلو قوي برضو على التوابل دي كلها تمام كل اللي انا هعمل وهبدأ ان انا اقلب بقى التوابل مع البقصمات ده كويس جدا جدا وهجيب برطمان عندي كونو ضيف اي بقى برطمان سواء عندك برطمانات كنتي مستخدمها قبل كده وغسلاها وعينها زي حالاتي او تشتري بقى برطمان مثلا لو انت حابة تشتري برطمان وهكذا يعني مش هيقولك لا او علب بلاستيك من العلب اللي هي بتبقى علب التلاج دي برضو اهم حاجة ان انت تحفظيه في حاجة مغلقة وتحطيه عندك بقى في التلاجة لحين الاستخدام بيبقى حلوة قوي ومنجز وفي نفس الوقت استخدمنا حاجة ووفرنا استهلاك وما رميناش العيش بقى اللي احنا ايه بنستخدمه على طول بصوا شكله حلو جدا 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 وعايز ان لكم راحته حلوة وفي نفس الوقت برضو بيبقى حلوة قوي قوي على البني تمام كده تماما هنا بقى انا عندي برطمان زي ما انتو شايفين كده كنت اغسله من الشيفاء كويس قوي 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 وهبدأ ان انا احط بقى في الكمية بتاعتي كلها بتاعة البقصمات اهو عملت معاكم حاجة حلوة عشان ما تجعوش تقولولي البقصمات ومشوا البقصمات وبرضو هبقى وليكم الشكل اللي بيبقى موجود في السوبر مارك ده هنا البرطمان هقفله كويس جدا جدا وهعينو عندي بقى في المطبخ لحين ميجي عمل بني ان شاء الله مع بعض كده او نعمل اي حاجة دلوقتي كان خلاص بقى وقت الغدى دخل علينا هبدأ اطلع اي حاجة عندي طبعا اه متوفرة في البيت اعمل ولاد الولاد طلبوا لانشون انا بصراحة ما بجبش اللانشون كتير ولكن ولادي عش من عشاقة اللانشون وانا طبعا من الناس اللي ما بفضلوش حتى لو عندي في التلاجة وطلبوه مش دايما بطلعو يعني مرة كده ممكن يبقى عندي واحد لانشون اشتريته وهكذا وطلعو مثلا كل كل تلات اسابيع اعمل لهم ساندويتش لانشون فاهمين انتو الفكرة فانا بحب لما ببقى عاملاه في البيت لأ عادي خلاص خدوه وكله براحيتكم لكن اللي ببقى شرياء جاهز بصراحة يعني ايه ما ببديهم لهوش على طول تمام فهنا بقى جبت الجيريلا كده وهبدأ ان انا اعمل ساندويتشات جبنة بلانشون عادية خالص خالصة براعا عيش اي بقى عيش متوفرة عندكم سواء عيش توست او عيش البرجر وهبدأ ان انا زي ما شايفين كده حطيت قطعة من الزبدة عليها هي بصراحة بتبقاش محتاجة بس انا كنت محتاجة احمص العيش لانه كان آآ حاسيت ان هو دا بلان شوية كده مش طازة طبعا فبدأت كده حط بقى ايه قطعة من الزبدة وهنزل عليها بقى بالعيش بتاعي سواء التوست او عيش البرجر يعني دلعة كده من الاخر وهحط بقى اللانشون بتاعي وحط كمان جبنة بس انا هحط جبنة الاول وبعد كده حط فوقيها اللانشون عشان تبقى الجبنة وغطية على طعم اللانشون تمام؟ في نفس الوقت تسيح بقى وتدي له مطة حلوة قوي كده في الساندويتش طبعا لما يبقى فيه خضار وحاجات من دي بتبقى طعمها حلو ولكن انا الولاد لما بيلاقوا في الساندويتشات زي اي ولاد صغيرين بيطلعوا الطماطم والخضار اللي بتبقى فيه فما بحبش يعني ايه؟ اماشي مزاجي والاخر ما يكلوش انا بسألهم الاول عايزين ساندويتشات ايه؟ وهكذا انتوا دايما بتسألوني عايزين افكار للولاد بص يا بنات لو كان عندكم اطفال سنة اربع سنوات او خمس سنوات اسألوهم الاول تحبوا تاكلوا ايه؟ لو حاجة مش صحية ممكن تدروها مرة او يعني تتغاضوا عنها مرة زي ما انا عملت معاهم النهاردة كده وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله احاول اوليكم الحاجات اللي انا بعملها معاهم وتكون صحية وفي نفس الوقت بيحبوها هنحمص بقى الصاندويتش بتاعنا كده عشان نضغدحنا كمان غدا كده سهل بقى يعني وسريع وبسيط جدا 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 يعني صاندويتش كده على السريع زي ما بيقولوا طب لو مش عندي ايه الجريلا دي ممكن اعمله في اين؟ الفتاصة يا ست الكل واشطة يعني ما تقلقيش نفس حتة الزبدة وفتاصة وحمر العيش على الجنبين هيديكي برضو الافكت وهيبقى متحمص معاكي والطعم تمام هنا زي ما انتو شايفين كده جبت الطبق بتاعي وانت حط الزتون وطماطم اه يعني علشان اراضي نفسي هما بصراحة بيحبوا الزتون وانا كمان بحب الزتون والطماطم فبنشجع بعض ده بقى شكل الغدا بتاعنا النهار ده كده تمام هما كمان صبوا نفسهم يعني قدتهم عصير بتاعهم فانا عشان اصور سبت اللقطة دي وسبت الغدا ده كده وهنعمل بقى كده كوباية عصير جنب الاكلة دي طبعا الاكلة ده النهاردة معانا مش صحي تماما يا جماعة ايا اللي بتقول لكم الاكل الصحي والكلام ده النهاردة مش موجودة ده كان يومنا النهاردة اتمنى تكون فيديو النهاردة عجبكم واستمتعتم معايا بالفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش وان شاء الله هتلاقي في القناة كل اللي يعجبك وقوم يضربي ساندوتش زي ده مش هيقصر على الضيط هو ولا العصير باي باي